دكتور السكر لأن الجرعات لازم هتتعدل وفقاً لنظام الأكل الجديد وما ينفعش يمشي على حاجة عشوائية لازم النظام يبقى متفصل النظام الغذائي على الجرعات الجديدة ولازم دكتور التغذية يبقى لين كده بدكتور السكر لأن دي نقطة فيها شوية دربكة بمعنى دكتور السكر همه إيه؟ إن السكر ما يعلاش وما بيصدقش إن العيان بتاعه هيمشي على نظام أكل فدايماً بيدي جرعات بناء على إن المريض اللي قدامه هيعق ييجي لدكتور الدايت يدي له نظام غذائي محدد كمية النشويات اللي فيه وهو بياخد نفس الجرعات العالية يهبط يقلل الجرعات منه لنفسه كده سكر يعلى فلازم التلاتة يبقى على نفس المستوى دكتور التغذية ودكتور السكر والمريض التلاتة لين كده مع بعض ببساطة كم من النشويات اللي هينزبه إنه ينزل وزنه وكم السعرات اللي هينزبه إنه ينزل وزنه ويحافظ على مستوى السكر في الدم إنه ما يعلاش قصاد الجرعات اللي كاتبها طبيب الغدد أو طبيب السكر